تصدف الدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارق القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارق للكتاب 33 ورشة علمية وفنية وإبداعية للأطفال واليافعين يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف الارتقاء بفكر وقدرات الأجيال الجديدة وذلك خلال فعاليات الحدث التي تنطلق تحت شعار لخيالك خلال الفترة من التاسع عشر حتى التاسع والعشرين من مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة وحددت إدارة المهرجان أعداد المشاركين في كل ورشة بخمسة عشر مشاركا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين وسيتعرف المشاركون في ورشة الروبوتات على أهم التقنيات المتبعة في صناعة وبرمجة الروبوتات من خلال استخدام قطع الليغو في حين تهدف ورشة القيادة الذاتية إلى تعزيز وعي المشاركين بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي